خمسة وسبعون مليون ريال من قوت اليمنيين وأموالهم ورواتبهم وعلى حساب معاناتهم تقود ميليشيا الحوثي حملة تبرعات تلو الأخرى لدعم المجهود الحربي لكنه هذه المرة لمعركة خارج الحدود الجبهة هذه المرة هي حزب الله اللبناني الحملة تقودها إذاعة سام إف أم الحوثية يموت اليمنيون جوعا في اللحظة ذاتها يجمع الحوثيون تبرعات بقيمة 132 ألف دولار أمريكي ما هو أسوأ من ذلك؟ إنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة فهذه الأموال تعد الحصيلة النهائية للمرحلة الثالثة بحسب وثيقة صادرة عن إذاعة سام الحوثية التي أدارت الحملة مؤكدة أن هذه التبرعات لحزب الله تأتي في إطار ما وصفتها بمبادلة الوفاء بالوفاء الحوثيون أنفسهم يستولون على المساعدات الإنسانية ويقول برنامج الغذاء العالمي إنهم يسرقون الغذاء من أفواه الجائعين وما أكده تحقيق دولي أنهم يسرقون المساعدات الدولية الغذائية والمالية الموجهة للمدنيين في 33 منطقة في اليمن بمعدلات تفوق ما سبق الكشف عنه تاركين قرابة 16 مليون مهددين بالموت جوعا الأمر الذي يؤكد أن هناك فائضا في الأموال مما يسلب من الإتاوات والسوق السوداء ونهب الناس تحت بند المجهود الحربي وتذهب هذه المرة دعما لميليشيا تجمعها بها ذات الأبعاد التدميرية والطائفية حزب الله المدان دوليا بتهمة الإرهاب والذي تحول إلى قاعدة لتدريب ميليشيا الحوثي ومنصة تدير استراتيجيتهم الإعلامية يرى مراقبون أن دعمه من قبل ميليشيا الحوثي هي رسالة بأن المشروع واحد من طهران إلى صنعاء وأن الرابط الطائفي هو الرابط الأقوى من مشتركات الأرض والوجود وأن جبهة الميليشيات واحدة تتخندق تحت توجه واحد وإن تعددت الأقطاب دعم حزب الله يأتي على حساب أسر تموت جوعا في بلد يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم صورة تكشف للمجتمع الدولي كيف تحول رزق المحرومين إلى دعم للإرهاب خارج الحدود وكيف أن الاستهتار بالمجتمع الدولي بلغ لدى الحوثيين مبلغه فلا رادع هنا في بلد تتآكله المؤامرات والخيانات ترجمة نانسي قنقر